مقرر الكيميا العضوية الورجانيك كيميستري الشبطر الخامس البنزين والمركبات الأروماطية المحاضرة التانية تفاعلات البنزين من أشهر التفاعلات اللي بتتم على البنزين ومشتقاته نوع من التفاعلات اسمها إلكتروفيلك سبستيتيوشن ريأكشن أو إلكتروفيلك أروماتيك سبستيتيوشن ريأكشن التفاعلات دي هناخد منها خمس أمثلة التفاعل الأول هالوجينيشن أوف بنزين هالوجينيشن يعني ادخال زرة هالوجين على حلقة البنزين بنقول إن البنزين بيتفاعل مع البرومين ومع الكولورين مع غاز البروم ومع غاز الكلور في وجود لويس أسد زي الأيرن كولورايد أو الألمونيوم كولورايد كعامل حفاظ توجب هالوجينيتد سبستيتيوشن برودكت علشان يديني الناتج بتاعي البنزين بيتفاعل مع الكولور في وجود عامل حفاظ علشان يعمل استبدال لزرة هيدروجين بزرة كولور علشان يديني كولورو بنزين ويخرج HCL كباي برودكت للتفاعل النوع التاني من التفاعلات نيتريشن أو بنزين أو نيتراتة البنزين البنزين فيها بيتفاعل مع خليط من النيتريك أسد من حمض النيتريك وحمض السلفوريك اللي هو حمض الكابريتيك المركز علشان يكون ايه؟ بيتفاعل الأول في درجة حرارة من خمسين لخمسة وخمسين علشان نعمل استبدال لزرة هيدروجين من البنزين وندخل مكانها مجموعة نيترات وندخل مكانها مجموعة NO2 المثال التالت سلفونيشن أوف بنزين تفاعل البنزين مع حمض الكابريتيك المركز في درجة حرارة الغرفة علشان يكون بنزين سلفونيك أسد علشان يكون مركب اسمه بنزين سلفونيك أسد علشان يكون مركب اسمه بنزين سلفونيك أسد